دعا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين إلى الصلاة من أجل العناية بالخليقة والاعتناء ببيتهم المشترك وأضاف قائلاً في رسالة وجهها مع اقتراب اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة لهذا العام والذي يصادف يوم الأول من شهر أيلول المقبل يدعونا نشيد الخليقة العذب لكي نمارس روحانية متنبهة لحضور الله في العالم الطبيعي إنها دعوة لكي نؤسس روحانياتنا على الوعي المحبي بأننا لسنا منفصلين عن بقية الخلائق وإنما نكون مع باقي الكائنات شركة كونية جميلة ومن هنا علينا أن نستأنف الصلاة في كاتدرائية الخليقة الكبيرة ولنستمع بالجوقة الكونية العظيمة لمخلوقات لا تحصى ولا تعد وهي تغني أنشيد التسبيح لله ومضى قداسته قائلاً ولننشد مع القديس فرنسيسي الإستيزي لك الحمد ربي على كل مخلوقاتك ولننشد مع صاحب المزمور كل نسمة فلتسبح الرب وأضاف مع هذه الصرخات المريرة علينا أن نتوب ونغير أنماط حياتنا وأنظمتنا الضارة وأن نبدأ علاقة جديدة مع الله وعلاقة مختلفة مع الآخرين ومع الخليقة وهذا هو جزء أساسي من حياة فاضلة وذكر البابا فرنسيس بنصيحة القديس بولس بأن نفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين لكي نتمكن مع الأجيال القادمة من أن نفرح بالنشيد العذبي للحياة والرجاء للخليقة اشتركوا في القناة